نصيف اليوم جاي يتبارك لجون ماري رياشي بتجربته جديدة في لبنانيا اللي سبق حضرتك خطة ببرة خصوص المصير خطة قبل بفترة عملت أول مرة أنا على أي أساس كعنده أغنية في الدول بأتموس واليوم خينا والأستاذ جون عمل استوديو كامل وإستوديو كامل موجودة عنده صار فينا نبني الأغنية من A to Z فمبسوط كتير جيت لأسماع لأنه بهمني هاد الموضوع بحب أعمل يكون إلي إيد أو أنا من المشاركين الأول بيعمل شي عب يطور الموسيقى و عب يعمل experience جديدة للناس فبهمني كون من الأوائل اللي أنا شارك وشوف حتى قداب يوسط اليوم لنصيف زيتون أنه عم بشوف هايدي التجربة شافة من سنتين اقتنع فيها وهلا الكل سار بدو يخوض على الساحة ذيكرا تكون صريح ما شفتها من قبل واقتنعت فيها هي الحلول واحد يكون مواكب للأسس اللي عم تصير جديدة ما فيني يكون مقتنع وما فيني يكون موسيقى هيك خلينا نقول شاطر إذا ما بقتنع بكل شي عم يواكب الحداثة عملتها بس ما متل كما يجب لنكون صريحين يعني experience منها كاملة مية بالمية اليوم عند جانو ماري رح تكون تقريبا 300 بالمية لأنه عامل عامل يعني قلتلك من ابنية للموضوع حتى بمبلشين توزيع نصيف اليوم أمتين بتقول لحالك بالأحلام بس بدك تقعد بينك وبين حالك زبك تسمع الغنية أمتين بتقول هيد الكلمة لحالك بصراحة ما أقول لحالي عب غنية لكون صريح ما هيك ما أبلاقي محل براسي إنو أنا أمت هيك أقعد بقول لحالي بالأحلام والغنية الجديدة بأي لهجة وشو رح يميزها عن غيرها الغنية الجديدة اسمها كراميلا مهضومة لايت الغنية هيك فرحة فيها هيك تحسي فيها مبعرف شو فيها ضو مهضومة العطلية اللي بيعملها الفنان قبل ما ينزل عمل جديد قداش بتساعده نفسياً له وبتساعده كمان للانطلاق من جديد شوفناك باكيشنك باستراليا تسألي الفنان اللي بيعمل عطلة عم بكرناك باكيشنك لا والله أنا عندي تور باستراليا عندي أربع حفلات كان شوفنا عم تعمل سياحة وصورك الحلوة والله بخلص حفلتين نهار بطلع بتمشى شوي بس هيك مع الشباب الكل وعد حالو نصيف زيتون عايز 2023 شو بتلوني عالكون ايه ضلوا ايه اذا ما وقوديني بهذه الشغلة ان شاء الله خير دعونا بالخير ما روح على العرس لانه مين الليك ريعمل العرس وراعزمك عليه بركش حدا من الوقت رح تأزمي عليه رح تأزم بركش حدا من الوقت ان شاء الله خير دعولي اشتركوا في القناة